وفاة بمضاعفات المرض أو بالرصاص في ظروف غامضة لائحة بأسباب عدة ترتبط بملف اغتيالات لضباط بارزين في الساحل السوري حيث تصاعدت واترة الاغتيالات خلال الشهرين الماضيين وسط غموض وتكتم عن الجهة المنفذة آخرها قبل يومين حين نعت صفحات إعلامية موالية للظام ضبطين أحدهما برتبة عقيد قتلاف لذيقية وترطوس وسط ظروف مجهولة أما في منطقة صفيت التابعة لريف ترطوس فتناقضت أسباب وفاة الضابط برتبة عميد ركن أكثم الحسين بين مضاعفات المرض أو رميه برصاص من قبل مسلحين مجهولين علما بأن الضابط المقتول يشغل منصب قائد لواء الثاني اقتحام التابع للفيلق الخامس والمدعوم بشكل مباشر من روسيا كما قتل ثلاثة ضباط آخرين من بينهم ضابط برتبة عقيد ينحدر من قرية حميم بريف جبلة قيل إن سبب وفاته هو الإصابة بالكورونا سلسلة الاغتيالات شهدتها لذيقية بشكل متقطع على مدى أعوام سابقة مسجلة اغتيال شخصيات بارزة من بينهم أحد أبناء عم بشار الأسد وأحد المقربين من رامي مخلوف أكدت مصادر أن معظمهم قتلوا بطرق مشابهة أكثرها حوادث سير مدبرة أو برصاص مجهولين ووصفت المصادر ما يحدث بسلسلة متصلة من تصفيات لسيما أن بعض ضباط القتلى تمتعوا بنفوذ كبير في الساحل كما لم تستبعد أن تكون هذه الاغتيالات ضمن صراع واسع داخل أجهزة النظام بعضها يوالي إيران وآخر يوالي روسيا علما بأن صراع وفق المصادر يتركز بين الفرقة الرابعة المدعومة من إيران والتي يقودها مهر الأسد وبين الفيلق الخامس الذي يمثل روسيا أضافوا أن هذه الاغتيالات قد تأتي في إطار استبعاد روسيا وإيران للضباط والقادة غير المتعاونين معهما في عملية السيطرة على بنية الجيش